بمبادرة من رجال دين وشخصيات مستقلة ومقدسية أطلقت المبادرة الهاتفة للخروج من أزمة الوضع الفلسطيني الراهن المتمثل بالانقسام وما يواجه القضية الفلسطينية من محاولات تصفية جوهر المبادرة يتمثل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في حوارات سابقة بين الفصائل وانتخابات مجلس وطني يفرز لجنة تنفيذية ينبثق عنها مجلس مركزي منظمتنا هي منظمة التحرير ونحن أبناؤها لنعد إلى جذورها إلى ميثاقها الوطني وذلك بالدعوة إلى انتخابات مجلس وطني لإعادة بناء منظمة التحرير وترميم ما تهدم منها نطالب الإخوة الذين هم مختلفون نطالبهم بتنفيذ ما اتفقوا عليه ووقعوا عليه مادام هناك مبادرات وتفاهمات موقعوا عليه من الأطراف المختلفة والمتصارعة ومن منزل الأب منويلم سلم في بلدة بيرزيت قرب رام الله انطلقت المبادرة التي سيتبعها مؤتمر شعبي عقب شهر رمضان المبارك يدعو لإنهاء الخلافات والتواحد لمواجهة ما أسمي بصفقة القرن والدعوة الفورية لانتخابات مجلس وطني يؤكد على شمولية تمثيل المنظمة ونؤكد أننا عازمون لطرح ذلك في غزة أيضا وسنعمل بعد شهر رمضان الكريم إن شاء الله على عقد مؤتمر شعبي كبير متزامنا ومتساوكا مع غزة والضفة والكدس للبدء بفعاليات حقيقية لتنفيذ مبادرة انتخاب لمجلس وطني يؤكد على شمولية تمثيل المنظمة لشعبنا وأيضا لنؤكد على طي صفحة الانقسام ومع كل تلك المبادرات لإنهاء الانقسام تظل الصورة كما هي الكل يريد المصالحة ولكن النوايا غائبة كما يقول الفلسطينيون ثلاث عشرة جولة في عواصم عربية عدة جرى خلال بعضها التوقيع اتفاقيات للمصالحة الفلسطينية لكنها ظلت حبرا على ورق ولكن مع زياد الشرخ في العلاقة بين فتح وحماس ليبدو المشهد القادم أحسن حالا فيما يتعلق بإنهاء حقبة الانقسام من بلدة بيرزيد يا حشية الغد رام الله